السلام عليكم مرحبا بكم معي في يومية الشيف حليمة اليوم غدي نقدم لكم واحد سباكتي بالخضر و قطع الدجاج و وصفه ميكسيكيه كجيل ديده بزاف و ان شاء الله غدي تعجبكم و غدي تعجب الويدات ديالكم مدرت لكم واحد ضويرة خفيفة في واحد المحل دي الشينواء بزافت اخوات كي سقسوني بزافت الحاجة جميلة ناخدها و واحد ضويرة في واحد هذا المحل مغربي كتمنها ان شاء الله هذا الفيديو يحجبكم و هنا الرضا ديالكم هنايا غن نبدأ مباشرة المقادر وهذا الطريقة نفس الوقت كي بقى دائما هذا على حسب المقادر على حسب افرط الاسرة ديالكم هنا عملتنا واحد البصلة كبيرة مشل درقيقة على هالطريقة وعملت زيت الزيتون واحد جمعي القات كبار و القليل من فلفل الاسود والملح سوف ندمج هاد العناصير غاد نخلي هاد البصل حتى تشحر مزيان ومن بعد سوفي غاد نضيف عليها قطع ديال سدر الدجاج مقطع دوي مات سوفي غاد نضيف هنا البابريكا وهذا الكوركم و غاد نضيف هاد الزعتر اوريغانو سوفي غاد ندمج المكونات مرة ثانية سوفي غاد نضيف عليها قطع الدجاج مع البصل كنضيف علي هنا الجزر قطعته كما كتشوفو هكا على شكل طولي رقيق وقطعت الفلفل الصفراء والحمراء زي على شكل طولي وقطعت هاد القرع او القرع الخضراء حتى هي على شكل طولي سوفي وكن نشحرهم وغاد نغطى عليهم بواحد هاد الغيطاء ديال الطنجرة عفوان غاد نضيف جوج معلقات صغر من صلصة السوية او الصوجة وسوفي كندمجهم على هالطريقة هادية وغاد نغطيهم سوفي وغاد نخليهم حتى كي طيبوا من بعد كما كتشوفو هادا كي طيبوا انا سلقت ليبات او باستا وصافي كنضيف علي كما كتشوفو هادا سباكيتي كنسلقها في ماء يكون غليان مع هادا قليل من زيت زيت زيتون وصافي والميلح كنخليها عشرات عدد دقايق وكندمج هادا المكونات جيدا كتجينا لديدة لديدة هادا سباكيتي بزاف وسهلا مهلا في تحضير مكونات ديالها بسيطة وغادي تعجب ان شاء الله احسنوا ليدات ديالكم وكما كتشوفو هادا وشك النهائي صرحة غير المنظر ديالها كي شاهي وكتجينا لديدة وسهلا مهلا وهدا وكنت منها ان شاء الله تعجبكم وصافي وهنايا خرجت تقريبا خرجت مع ستا انا كنوجد العشا دائما بكري خرجت درت واحد الخرجة خفيفة بشيت لواحد المحل ديال شناوة واخديت كما كتشوفو هادا الورقة فيها ربعين حبا كتدير اورو خمسين وكنناخد من هاد المحل نيدو حيث بزاف تساؤلات وكين الحليب ديال نيدو وكنناخد الفانيليا هذا زيت الكوكو يعني هادو كنلقاهم في هاد محل ديال الهنود او ديال الشينواء كنناخد الماء الظهر عندهم هاد شي متوفر عندهم بزاف كما كتشوفو زيت الكوكو عندهم احد زيت اللوز كما كتشوفو واندهم الورقه ديال هادا الورقه ديال الروز عندهم متوفرة عندهم شعرية الصينية صراحة نا مكنناخدش شعرية الصينية من هادا هادا الهام المحل ديال هادا ابرتوزانو وعندهم العطرية عندهم صراحة كاملة كاملة العطرية كلها عندهم هنا متوفرة هنا العطرية كانت جيني من المغرب غير بغيت ندلكم محب دورة خفيفة وكيعجبني حق الكامون عندهم الكامون زوين زوين بزاف وهنا اللوز لقيته عندهم البنت 8.90 كيلو جاني شوية رخيص حيث بعد مركة طواس يكون بعشرة اورو 12 اورو وهنا دخلت الواحد المحل دي هذا محل مغربي مغربي كان ناخد الكونافة من عنده دك الورقة دي الفيلو كانت قدها من عنده وعنده كما كتشوفوا اللوازين دي المواد الغذائية المغربية كاملة وبغيت غير ندلكم محب دورة خفيفة ضريفة حيث بزاف اللي بناتي سقصيوني على شحن من حاجة ميما هاد المحل ديال الشينواء كان ناخد منهم غير هاد الاغراض اللي اذكرت لكم وصافي وصافي هنا بغيت نوريكم هاد الاواني دي المغرب وصافي كانت من هاد الفيديو يكون هكا خفيفة ضريفة على القلب ديالكم وهدو هدو هدو كعلب نتلي موهم اللي كي سقصيوني كانت مننا نكون جوتهم وريتهم منين كان ناخد هاد الوازيم هاد هادو اللي ديال بحال الفانيليا الحليب المجفف هادا زيت الكوكو هادا حليب تهو ديال كوكو كان ناخدهم دائما من عدد المحل هادا وكانت مننا هاد الفيديو ان شاء الله هنا الريضة ديالكم وكانت مننا دائما تخليوا لي التعليق ديالكم ودائما تفعلوا الجرس اسفل الفيديو باش يلحقكم جديد الوصافات وكانت مننا البنات تبرتاجيوا الوصافات ديالي مع الأصدقاء ومع الأحباب باش تعمل فائدة على الجميع وبسلام عليكم خليتكم في آمان الله وحبكم في الله إلى فيديو قادم إن شاء الله ودائما البنات سنوني في نفس الموعد ودائما سنوني الجديد ديالي وبسلام عليكم اشتركوا في القناة